طيب البداية بقى لانه قرعة الجدوى المهمة الاهلة هيبدأ من القاهرة مع المريخ السوداني في الجولة الاولى الجولة التانية هيطلع بقى لتنزانيا يروح يلعب سينبا ويرجع يستقبل فيتا كلاب بالكونغولي وبعدها على طول يروح لفيتا كلاب يعني المجموعة الجولة التالتة والربعة واربعة مع فيتا كلاب بالكونغولي تالت مباراة همالك كده نهاية الدور دا يدور المريخ الاهلة هلعب في ام درمان في ابريل في الجولة الخامسة هيختم البطولة او الجول او المجموعات في الجولة الستة تسعة وعشرة ابريل في القاهرة مع سينبا اذا الاهل يبدأ في القاهرة وينتهي في القاهرة يبدأ مع المريخ وينهي مع سينبا التنزاني دي يمكن ابرز وانا بس عايز اقول التعليق على المجموعة دي لان في ناس هم هم كل سنة الاهل في المجموعة الضعيفة وكان البطولة بتحسن في المجموعة يعني كل واحد بيعلق بتكلم هو الاهل والزمالي كما يعودوا تكلموا في المجموعة القوية والمجموعة الضعيفة يستحقها انهم يفكروا في اللقب محدش يفكر بالطريقة دي الاهل والزمالي كما يخشوا مجموعة يبقى ايا كانت المجموعة المفروض ان حصولهم في التأهل تكون موجودة فمسألة الضعيف والقوية محدش عارف المريخ بتاع السنان دي هو بتاع السنان الفاتح لا شوف تأهل ازاي ونتائجه كات عاملة ازاي طب خلينا اقول برضو كل فرقة من الفرقة الاربعة تأهلت ازاي لانه ده ممكن يديك مؤشر على مستوى الفرقة الاهل طبعا في دور الاتنين وتلاتين فاكرين كسب سنديد بطل الناجر واحد صفر واربعة صفر وما شاركش في الدور التمهيد الاول المريخ تأهل من الدور التمهيدي عمل فوز على بطل الكنغو واحد واحد واتنين صفر لدور المجموعات على حساب مين النيمبا الناجيري يعني ده مؤشر لقوة المريخ طبعا انه قدر يتأهل على حساب النيمبا تلاتة صفر وواحد اتنين سنبا التنزاني تغلب في الدور التمهيدي على بلات يونيتد الناجيري واحد صفر وصفر صفر في الدور الاتنين وتلاتين اكتسح بلاتينيان بطل زنبابوي اربعة صفر وصفر واحد ازا سنبا في حالة جيدة جدا فيتا كلوب الكونغولي ما شاركش في الدور التمهيدي زي الاهلي لكن في الدور الاتنين وتلاتين التفوق على بافلوس بطل سواتيني اربعة واحد واتنين اتنين يكسب اربعة واحد ده نتيجة كبيرة تنم عن انه ده فريق جيد جدا التاريخ بقى بين الاهلي والفرق التلاتة ما فيش حد منهم سلم من الاهلي طوال تاريخ الاهلي في البطولة الاهلي قابل كل فريق سواء فيتا او سنبا او المريخ تغلب عليه تبقى الحساسية العربية في هذه المجموعة لقاءات ودي النيل الاهلي والمريخ السوداني المريخ في السودان بيعتبروه زمالك السودان زي ما الاهلي بيعتبروه او الهلال بيعتبر اهل الخرطوم او الاهل السوداني او الهلال بيعتبروه